نروح سريعا لزميلنا خالد رزي من معسكر المنتخب الوطني ونعرف الجديد هناك خالد مساء الخير تفضل مساء الخير عليك كابتن سيف ومساء الخير على مشاهدي قناة تايم سبورتز في كل مكان احنا متوجدين داخل فندق اقامة منتخب مصر اكيد اجواء كتير عن منتخبنا النهاردة ولكن خلينا كابتن سيف ابدأ لك من اخر اجواء كانت موجودة وهو بعد وصول منتخب مصر من المران الاساسي اليوم من السادة الكلال الحربية وتوجودهم في الكافي شوب الخاص بفندق الاقامة كان هناك اهتمام من بعض اللاعبين ومن بعض اعضاء الجازي الفني لمتابعة مباراة تونس وموريتانيا ومعرفة نتائج مباراة اليوم بالتأكيد في كأس الامر الافريقية للتعرف على المباراة القادمة لمنتخب مصر وبعد تأكد موجهة منتخب مصر مع جنوب افريقيا يمكن كان بعض اللاعبين في كلامهم انها يكون مباراة صعبة ومباراة همة جدا وكان لها حديث مع مستر ميشيل سلجادو مندرب العام لمنتخبنا الوطني كان نتكلم مستر ميشيل عن امية هذه المباراة وانا اكيد كل مباراة اصبحت صعبة مفيش مباراة سهلة مفيش مباراة عدية ويمكن هيكون فيه تركيز كبير لمنتخبنا الوطني واللعابين على هذه المباراة ايضا يمكن كان فيه مران منتخبنا الوطني النهاردة كان فيه حضور لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة وايضا من المهندس هاني ابو ريدا رئيس الاتحاد المصر الكرد القدم كان فيه مؤذر للعابين وكان فيه اجتماع بعد المران من قبل الدكتور اشرف صبح وكان اجتماع مصغر كان بيحث اللعابين على اهمية تباز لكل جهد في هذه المباراة وهي المباراة القادمة بالتأكيد والتركيز على اسعاد الجمهور بشكل عام بيكون متواجد الاف مؤلفة داخل الاستاد وايضا ملايين بتتابع منتخبنا الوطني من خارج الاستاد ويمكن كان المران النهاردة كابتن سيف بعيد عن ان كان طبعا مش موجود احمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني ولكن كان ايضا هناك مروان محسن واحمد حجازي ما تمرنوش مع الفريق النهاردة كان اليوم تمرين بسيط وهو جارية خفيف وبعض الاستريتشات وكان في حديثي مع دكتور محمد ابو العيلة طبيب منتخبنا الوطني وحبيت التطمن على اللعابين هو قال لي ان يمكن مروان واحمد حجازي عندهم ايجاد خفيف من المباراة السابقة وكان النهاردة لازم يكون فيه استشفاء ويكون فيه تمرين خفيف ليهم عشان ما يكونش فيه اي اصابات لقدر الله ولكن اكدت عليه ان هل يكونوا متواجدين في المباراة القادمة وكان معتمد على بعض الوانطهات من الاطراف لتعديل خطة منتخبنا الوطني وايضا للخروج من الاخطاء اللي كان يمكن واقع فيها منتخبنا الوطني في المباراة السابقة وكان هناك تركيز كبير جدا وكان في ختام المران النهاردة مستر خفير أجري كان فيه وجبة دسمة من المران على رقلات الجزاء تحسبا في حالة وقعت مصر قدر له في رقلات جزاء أو تعادل في الأدوار القادمة بإذن الله فيكونوا اللعبين جهزين لرقلات الجزاء ويمكن كان ظهر ولمعة في رقلات الجزاء حراس المرمى أحمد الشناوي ومحمد الشناوي اللي كان لهم دور كبير في صد بعض رقلات الجزاء أيضا يمكن منتخذنا الوطني بيعيش حالة نفسية جيدة ولكن فيها تركيز كبير النهاردة بعد معرفة أن جنوب أفريقيا هي اللي هتكون في المواجهة القادمة بإذن الله عن برنامج منتخب مصر غدا بإذن الله يمكن منتخب مصر يكون عنده مران الساعة 12 زهرا ولكن فيه صلط الجيم وهيكون الساعة 7 مساء هكون المران الأساسي للفريق في استاد كليا الحربية يعني كابتن سيف دي كانت بعض أجواءنا وجولتنا من داخل فندق قامة منتخبنا الوطني الآن نعود إليك كابتن سيف لسيطة تفضل شكرا جزيلا الزميل المتقلق خالد رزي من داخل معسكر المتخب الوطني